موسيقى 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 بمعنى حي يدوم الرجل ودرهم في الجيب هاداك اللي تيدي راكا ويخشي يخشي لك الشي موصخ في جيبه هاداك الشي تيتسمى العفن فليهذا الإسلام دين مضافة الإسلام دين ذوقيات فليهذا تيخص الراجل يكون الفم دياله نقي أولا لأنه تيخرج منه كلام الله وكلام الرسول صلى زمان ثانيا باش لمرأة ما تنفرش منه تمتع هي كيمتي تنتعه والمرأة كذلك تيخصها تكون نظيفة في الفم ديالها فليهذا هاد نظفة ديال الفم ديال الطرفين الشرع أمر بيحتقى لرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك في رواية عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلى بمعنى خصنا دائما سنان ديالنا نهز هاد سبعون ديالي هاد ما يخرج لي في سنان ديالي احتشي حاجة فيه احتشي حاجة ديال الخمز ولا ديال المكلة تصيب لك رجال وتصيبهم حتى موظفين تيكون في مناسبة من مناسبة تحتو الطاصد العادة اللي عندنا هنا في المغرب وتيشي تيبقى دياله ويبقى يدفل فسطة لا لاش هدفل لاش هدفل فسطة هادا هادا مشي من الذوقيات اعطاك غسلت يديك مسح فمك حتى تمشي للدار ووصل بسنان أما اللي تيشد هاداك ويبقى يخوض فم دياله لا عاد اللي تيش بتقع لفم دياله تيبقى قسمته يغسلوا قدام الناس هادا شي هادا مخالف للذوقيات فالمره ما تتقدش تعبر على هادا شي هادا والشريعة الإسلامية صريحة تزقول لك ها هو ها حقيقة فلداء الرجال مقىوا الفم ديالكم لباش يتمتعون عيال ديالكم وتحسنهم والعيالات مقىوا الفم ديالكم باش يتمتعون الرجال واحدة رائحة طيبة الله يفقنا لما في الخير سلام عليكم اشتركوا في القناة